اكد وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان أن الوزارة بالتعاون مع صندوق العمل تمكين مستمرة في جهودها لدعم استقرار عملية التدريب بمؤسسات التدريب الخاصة وتحسين جودة مخرجات معاهد ومراكز التدريب وأكد حميدان أهمية تسجيع الاستثمار في التدريب في القطاعات الاقتصادية الواعدة بما يعزز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية موضحا أن الاستثمار في تدريب العنصر البشري البحريني يعد مكسبا كبيرا لسوق العمل مشددا على أهمية تحديد التحديات وفرص العمل ولطلاع على أبرز الخطط المستقبلية لمؤسسات التدريب وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية اشتركوا في القناة